موسيقى مساء الخير عزائي المشاهدين من مدينة الانتاج الاعلامي برنامج فطفضة مع روبير بنعيد على مصر كلها بنعيد النهاردة اجازة عيد تحرير سيناء اللي كانت من ثلاثة ايام ويوم السبت عيد العمال ويوم الحد عيد القيامة المجيد والاتنين شم النسيم اعياد على مصر كلها وكمان بعدها بعشر ايام عيد الفطر المبارك كل سنة وانتو طيبين وبسرعة النهاردة عندنا حلقة جمدة جدا الاسبوع اللي فات كان معانا أستاذنا الكبير أستاذ جمال عبد الحميد في فطفضة فنية هنكمل الفطفضة مع الكاتب الكبير الأستاذ صلاح البيلي وبعدها هنشوف عيد تحرير سيناء هنجيب مين معانا حد من العيار التقيل هنشوفه بعد الفقرة الأولانية ونقول مساء الخير أستاذنا صلاح البيلي مساء الخير مساء النور يا سوزة البيلي مساء النور على مصر كلها وعلى المصريين كلهم وأنا بشاركك الفرحة الأعياد طبعا اللي هي أعيادنا الوطنية جاية بالتوائم والتوازي مع أعيادنا الدينية سواء عيد القيامة أو عيد الفطر بعد أسبوع فطبعا بنقول للمصريين كلهم كل سنة وهم طيبين وما ننساش عيد العمال اللي هو برضو واحد مايو لأن طبعا إحنا يعني في عهد دولة جديدة وبنبني وإحنا شايفين ده بعنينا وكل منصف شايف ده إن البنى شغال ليلة نهار يعني سواء في الكباري سواء وانا جاي عن نهار ده على الدائري سواء في المدن الجديدة البنى شغال للونهار فبنقول العمال الشاقينين اللي تعبنين دول طبعا بنقول لهم برضو كل سنة وهم طيبين أستاذ صلاحي البالي مدير تحرير مجلة المصور والكاتب الكبير وأستاذنا الله يقدم إحنا النهاردة بناستضيف حضرتك ولينا كل الفخر والشرف في الصحة والجمال عايزين نبص بصة فنية على المحتوى الفني الموجود وحضرتك رؤيتك في رمضان ده حديث ذو شجون شجون بمعنى يعني أنا كتبت على صفحتي من يومين في الفيس قلت أنا بترحم على المعلمين الصناعية المثقفين صناع الدراما الذين رحلوا أسامة أنور عكاشة محفوظ عبد الرحمن مع حفظ الألقاب طبعا مصطفى محرم واحد حامد عب سلام أمين الرائد الكتابة والمسلسلات الدينية والدراما الدينية وغيرهم وغيرهم يعني عشان ما ننساش حد فالواحد بترحم عليهم من مستوى الدراما اللي أصبح موجود حاليا يعني باستثناء دراما صناعة الوعي وصناعة اليقظة وإذكاء الشعور الوطني اللي موجود في الاختيار الاثنين وموجود في القاهرة كابل وهجمة مرتدة باستثناء ده أنا لي ملاحظات كتيرة سلبية على المحتوى اللي موجود في دراما وبرامج رمضان الاثنين يعني مثلا أنا حزين جدا أن معظم التصوير في المسلسلات معظمه تصوير داخلي كله يا إما غرف النوم يا إما في المطبخ يا إما في الأنتريه فين شارع مصر؟ فين مصر؟ أين مصر؟ يعني مصر كبيرة جدا فلاحين وسعيدة ومدن وقرى ونيل والأزهر وكنيسة فين ده؟ يعني أين ده؟ يعني أين هذا؟ يعني مصر بعمقها الحضاري وثقالها وشخصياتها التقيلة جدا فين دول؟ يعني احنا كنا بنعمل مسلسلات التراجم زمان يعني عملنا الأيام بتاع طاح سين الرائد العبقري اللي كلنا تلمزت تلمزته عملنا زمان مسلسل عن العقاد عملنا مسلسل عن الدكتور علي مصطفى مشرفة فين الأمثال المسلسلات دي فين؟ والصناع موجودين يعني احنا مصر اللي يقول مصر نضبت وجفت يبقى مش فيهم حاجة لا مصر مليئة بالمواهب ومليئة بالعملقة يعني احنا قبل الفصل مش حارتك قلت اللي أستاذ محمد فاضل اللي أستاذ إنعام محمد علي جمال عبد الحميد ونقدر نعد عشرة وعشرين الوقت وحنا عديد شرف عرفة وغير 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 يعني مواهب مصر مصر عامرة بالمواهب ومن كل جيل ليه ما نعملش مسلسل عن العبقري الفز أبو الطب الدكتور علي باشا ابراهيم ليه ما نعملش مسلسل عن علي باشا مبارك يعني احنا دايما نقول ايه نقول النهضة بدأت مع محمد علي ثم أكملها حفيده الخديو اسماعيل طب الخديو اسماعيل من اللي عمل اللي اشتغل معاه من اللي عمل الشغل ده كله علي باشا مبارك ابن مصر ابن البرنبال اللي موجودة في الدهلية ابن مصر الفلاح اللي نشأ وتربى وكبر ورح فرنسا ببعسة ورجع ومسك في فوقت من الأوقات كان مسك حوالي سبع وزارات ديوان الأشغال ديوان المدارس ديوان الأوقاف السكة الحديد الأنطر الخيرية أشرف على افتتاح قناة السويس ده راجل ملوش حل يعني احنا لما بنقول مثلا القدسين والأولياء عندنا في الكمسلمين السيدة زينب والوالفلان والبادا والدسوئي أنا علي باشا مبارك أحطه في المرتبة دي الراجل ده أعطى للبلد وغيره وغيره يعني أنا طبعا بذكر يعني مثلا مجد يعقوب ألا يستحق يعني طبيب القلوب ده ألا يستحق أحمد زوي أحمد زوي الألا يستحق أستحق عندنا طيب عندنا لما نيجي يعني يا أستاذ روبير أنا بحزن أن النشأة عندنا يعني اسمح له أقول كلام يعني تفضل إفن الهوية الثقافية عندنا في خطر يعني إيه في خطر إحنا بنغزي عقول العيال الصغيرين للأطفال ببرامج معظمها مصنوع محتوى مصنوع بره اللي كله مليء بالعنف وقصص مش بتاعتنا إحنا عندنا في ألف ليلة وقيلة القصص بتاعتنا عندنا في كليلة ودمنا عندنا في الحيوان وغيره وغيره طرصنا مليء مليء اللي إحنا نعمل محتوى إلكتروني للأطفال خاص بيهو بدل ما الأطفال للأسف فأنا أسف ده يبقى ما عندهمش غير برنامج مثلا نسمح لي رامز اللي بيستنوه السبع دقايق والنص ساعة إعلانات اللي هو اسمح لنا أقول ده على الثاني اللي فيه تنمر يعني البرنامج فيه تنمر وفيه مستوى من الألفاظ والكلام اللي بتقال ده بياخد من قوة بصر النعمة يعني المصريين مش كده احنا مش كده يعني احنا الأم كلسوم طلعت وقالت وغنت لأبو فرص أرك عصية دمع يبقى ده مستوانة لا ده مش مستوانة أبدا لا ومش ده اللي نصدره للعالم لا لأن احنا كنا بننفرد بالقوة النعمة بتاعتنا يعني المصريين صناح حضارة اسمح لي أنا لما أدقاري تاريخ يعني المقريزي وابن إياس وغيره وغيره العثمانيين لما جوا من مصر السليم شاه هذا السفاح المجرم لما جاء مصر وهم رعاها أساسا أتراك دول كانوا رعاها في الأنادول وهناك رعاها في الحتة بتاع أسيا الصغرى دي تمام انبهروا زهلوا يعني لما شفوا الحضارة في مصر والشوارع والحوانيت والدكاكين وخان الخليلي وخان مصرور ووكالة الغوري وكالة انبهروا لدرجة أن الراجل ده جرى قاعد في مصر ثمان شهور جرى في مصر من الحرف والصناعية اللي فيها خدهم معاه لإستنبول ده حصل ده ابنياس قالوا خمسين حرفة اختفت من مصر خمسين حرفة خاد خيال الزل الحواني اللي ما بلعبوا بتوع المصرحيات خدهم ومنع تمثيل خيال الزل بعد ما خرج من مصر لأنه عارف الخيال الزل فيه نقط مصرح وممكن ياخدوه سخرية وياخدوه بعد كده نقط منعوا أن يكونوا في مصر بعد كده أستاذ حضرتك معنا مداخلة تليفونية الأستاذة ريم أبوعيد الروائية والكاتبة كبيرة مساء خير يا فندي مساء النور يا فندي مساء النور عليكم المشاهدين وكل رمضان وانتو بخير وحضرتك بخير ونتشرف بمداخلة حضرتك ما عليش سوي ما سمعتكش بتشرف بمداخلة حضرتك ومعايا الأستاذ صلاح البيع لي مدير تحرير مجلة المصور أهلا الأستاذ صلاح ازاي حضرتك أهلا البيع يا سوزرين احنا كنا بنتكلم عن الفن في الوقت الحاضر والدراما ومشواخدة حقها زي زمان ايه رأي حضرتك يا فندي في الموضوع ده الدراما مشواخدة حقها من ناحية ايه بالضبط يعني والدراما دلوقتي انتجها بقى دخب جدا ككم وكتكنولوجي وحاجات كتير فمن ناحية ايه مشواخدة حقها حلو يعني الشارع بيقول ان احنا عندنا النهاردة في 31 مسلسل تمام مش 31 مسلسل بيعبروا عن الشخصية المصرية يعني احنا عندنا هو ده اكيد لا هو ده اكيد اكيد يعني طبعا اكيد مش 31 مسلسل بيعبرها للشخصية المصرية لانه اكيد في مسلسلات كتير جدا يعني خليني اقول كمشاهدة انها مستفزة ايوة مستفزة من ناحية الحكاية ومن ناحية السيناريو ومن ناحية الاحداث ومن ناحية يعني كل حاجة اما حتلاقي معرفش هو ليه بيجي رمضان تكسيف مسلسلات اما اللي هي البلطجة واللي هي المسلسلات اللي بتعبر عن او هي بتهدم قيمة المجتمع او انه بتلاقي مسلسلات انه الناس عايشة في دنيا تانية برضو دي مش اللي هي الفئة الغلبة من الناس يعني اللي هي الشعب يعني فانما بتحس انهم معايشين في اللي هو عارف اللي هو الظلال واللي ما عارفش العربيات والحيال اللي هي اللي بدنيا تانية دي او انه بلطجة فانا مش يعني مسلسلات قليلة قوي اللي بقت بتعبر عن الواقع المصري بجد يعني تتعدى على الصوابع فطبعا كم المسلسلات اللي مالوش لازمة ده انا مش عارفة وبيبقى تريبا موسم يعني طب حضرتك ومعانا دلوقت يعني مداخلة ومعانا والستاذ فلاحة هيا زي ما قالت الستاذة ريم مصري ليست كومباوند مغلق ولاست عشوائيات فقط ما هو ده معلش مصر كبيرة جدا يعني هما هما انا مش عارفة هما يا امك كده يا امك كده يعني فلو بقولك طبعا ده في الاخر بتبقى المسلسلات مستفزة بصراحة يعني انا بالنسبة لي كمشاهدة وانا طبعا اكيد ما بتبقىش كل مسلسلات رمضان يعني كم ده من مسلسلات رمضان مش بتبقى فهو يا ريت انه المسلسلات تبقى مش لازم بالكترة يعني لو عملوا مسلسلات فيه مسلسلات حلوة طبعا معمولة حلوة قوي 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 يعني طبعا على رأسهم يعني اسمح ليقول اختيار فضال يا فاند المسلسلات اللي هي بتورينا قد ايه انه فيه ناس ضحف علشان احنا بلدنا تفضل يعني تبقى تستمر وتعيش واحنا نبقى باامن فالمسلسلات اللي فيها القيم دي يعني مش لازم انه هو المسلسلات اللي تتحكي بطولات بس اناこصدة اللي فيها قيم يعني احنا زمان كان ببقى رمضان كان بقى فيه مسلسلات فيها قيم بالوقت بتعدوا على الصوابع يعني المسلسلات اللي هي حلوة بتتعدى على الصوابع بعد كده ما عرفش يعني هو بيبقى تلين بقول لك موسم سباق رمضاني فيه مسلسلات اي كلام بتتحط فيه مسلسلات بتتعامل مخصوص وتتكتب علشان الممثل اللي حيمثل ده برضو غريب قوي حتى لو هو اصلا ما بيعرحش يمثل اسمحيلي قبل منه مع حضرتك اولا انا بشكرك بس لي عتاب كمشاهد لحضرتك والاستاذ صلاح اللي هو ايه روبير اللي هو حضراتكم برضو نبض الشعب ما هو مش هينفع انا اجي كمشاهد واقولي الكلام اللي بتقولي ده ليه حضراتكم ككتاب وروئيين سايبيننا كده ليه ما نكلمش قولي الامر ليه ما احنا لو قلنا رؤينا او كتبنا حتى يعني مقال لو تكلمنا لو حتى كتبنا على صفحاتنا هي مش مسألة ان احنا نتكلم او لا بس هي الفكرة انه صناعة الدراما هي بقى ليها ناسها محتكرينها فانت مهما تتكلم اصلا مفيش يعني بالنسبة لها اذا كان فيه فيه ممثلين او فيه ناس بتعمل مسلسلات وهم اصلا فعلا بتبقى المسلسلات يعني موضوحة مش قد بكده بتلاقي ان هو كتب لك انا رقم واحد ومعرفش يعني هو اصلا شايف نفسه ناجح ومش فارق معا حتى رأي الجمهور اللي هو ممكن تلاقي كل الجمهور بيقوله يعني انت فاشل او المسلسل فاشل وهو مش فارق معا رأي الجمهور تفهمين اللي قال ان الناس سكتة رتال تكره انه الطرف الاخر ما بيسمعش ما بيطلقاش يعني طب انا اهمس في اذنك من غير ما حد يسمعنا خالص ان سيادة الرئيس ودي قلتها في الحلقة اللي فاتت مع استاذ جمال عبد الحميد من اربع سنين جمع بعض الممثلين والكتاب وروئيين زي حضرتك وقال احنا عايزين دراما تعبر عن الشخصية المصرية شخصية المواطنة المصر الحلقة اللي فاتت والحلقة دي وفي حلقة جاية احنا ان شاء الله بدون مؤطعة صوتنا هيوصل علشان مش هنستنى لرمضان الجاي لو احيانا الله قريب يتعمل شيء جميل يعبر عننا كمواطنين محدش قال ان مثلا المسلسل وكاملوك الجدعانة كل في الحارة ضربوا بلطجة انا بدي مثل وانا ما بشوفوش عشان كيف بقولك انا مش كل المسلسلات بشوفها سدقيني وانا سمعت في مسلسلات كتير انا مش بشوفها يمكن اربعة من الواحد ثلاثين دول هما اللي بتابعهم لانهما يعني بينني حلوين يعني انا اسمح لي هقول اثاني المسلسلات لانا شفت ان هما يستحقوا المشاهدة طبعا الاختيار هجمة مرتدة بالنسبة لي خلي بالك من زيزي مسلسل بيحكي او بيتكلم عن موضوع يعني حلو ومختلف وبشوف اللي هو مسلسل اصري النيل برضو الموضوع الحبكة بتاعته كويس غير كده بصراحة ما بشوفش شخالص ما عجبنيش خالص المسلسل لعبة نيوتن يعني ما عجبنيش نهائي نهائي ولا ضد الكسر ما بصلت اشوفهم يعني طبعا بقى اللي انت بتتكلم ولكم الجدهانة وكده انا بشوفش طبعا المسلسلات اللي هي من نوعية دي ما شوفهاش اصلا يعني ما مقدرش استحمل ان انا اشوفها المشكلة بقى انه ان الناس حتى اللي بتشوفها وبعدين بتبتدي ان هي يعني يبقى تشكلها وجدانها يعني فئة معينة من الناس اما بتشوفوا المسلسلات دي وتشكلها وجدانها المشكلة انه بيطلع علينا احنا كلنا في المجتمع بعد كده دي المشكلة المأساة اصلا يعني وولادنا بيتأثروا بيها يعني ده ما هو للأسف حتى لو ولادنا ما تأثروش اللي عايشين كيه فئات في المجتمع عايشة معاك تتأثر بالمسلسلات دي بتبتدي يعني بعد كيه بتمارسها كسلوك في الشارع انت بقى بتتأثر انت وولادك بتتأثر بشكل سلبي يعني ده احنا احنا تكلمنا فيه كتير قوي انه هو هدم القيم او انه انا شايفة جدعانة ايه يعني انا سماعك انا بشكرك على المداخل قيم وقبل ما اني معاك الجدعانة بقى بتاعت حضرتك ان احنا نكتب بقلمك الجميل ونطلع صوتنا لفوق علشان الوضع يتغير شكرا لحضرتك ان شاء الله بعد رمضان هنكتب عن كل حي حظن في رمضان بإذن الله بإذن ربنا يا فندم شكرا انه كل سنة احنا حضرتك طيبة مرسي لحضرتك شكرا حضرتك سألت سؤال مهم للأستاذة ريم قلت لها فين دوركو فين اللي انتو بالزبط ده انا كنت لسه اقولهولك بس هي جاد في النص انتو الاتنين والزمايل لا لا وغيرنا عشرات تمام يا فندم ده سؤال مهم ايوا زمان كان صناع الدراما بيعتمدوا على النص الأدبي جميل يعني يروحوا لرواية لنجيب محفوظ ياخدوها ويحاولوها الفيلم فيلم او يحاولوها لمسلسل ياخدو مصرحية من توفيه الحكيم يروحوا الخير الشلبي ياخدو الوتد يروحوا احمد الشيخ الله يرحمه ياخدو الناس في كفر عسكر تمام انا اقدر اعدي لك من الوقت او لغاية الساعة 12 او واحدة بالليل 3 ا4 ساعات كم من النصوص الأدبية والروايات يعني الاستاذة ريم عندها 3 روايات وزيها عشرات تمام اقدر اعدي لك نصوص أدبية جاهزة ان هي تتحول بس للأسف يا اما فيه كسل يا اما فيه حالة تنبلة انا اسف حالة تنبلة محتاجين يقزة كده يعني يعني صدمة كده شق جامد نصحة نصحة من حالة التنبلة والكسل دي او اما مثلا الناس يعني اعدى في دايرة بس زمالة الستاذة ريم يعني 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 نقعد نكتب في يعني كونبوند او نكتب في حارة يعني لا حضراتكم فيه في الأطباء يعني مصر يعني ازم الكورونا مش واجب اللي احنا نجيب يعني انا واحد من الناس لو نجيب اول طبيب استشهد اللي هو رجل بتاعه كفر الشيخ لاسف لا يحضرني اسمه تمام دا قصة انسانية عظيمة دا يتعامل عليها عمل ترامي الراجل دا اول ما تعمله ومن خلاله ومن خلاله نحكي القصة كلها تمام مش دي أزمة فاجعة قبلة العالم كله تمام يعني مصر مش كاسرة على الاطفال قاعدين في حواري ولا ناس قاعدة في فيلا لا وعمامات سباح لا مصر كبير قوي في الموظف اللي لسه الشريف في المدرس اللي لسه عنده وامانة يعني 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 لا الموضوع حضراتكم انا اسف حضراتكم مش فيه زي النقابة او فيه 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 طب ليه ما تجتمعوش ونشوف نطلب لقاء مع القيادة السياسية ونقول هذا الكلام والدنيا تتظب يعني انا حاسي طيب طيب انا اخد انا شدي الموضوع سهل بس انتم ما بتقومون اخد من كلامك يا سيد الرجال اتفضل افن اتفضل لابد اه اول الطريقة هو ايو لابد اللي احنا يرجع انتاج الدولة زي ما احنا بنعمل دولة جديدة الوقت وخامة الرئيس شغال في البنية التحتية وعلى كذا مستوى مدن جديدة وكباري وطرق وسكة عديد وحملة المليون صحة والتطوير القرى وكل ده والعشوائيات وغيره وغيره كل ده احنا شايفينه يعني ما فيش منصف كلنا شايفين ده محتاجين بالتوازي معاه صورة ثقافية على مستوى الاعلام والدراما والفن والفكر طيب دي نعملها نبتدي اول الخط ازاي يعني الرئيسة يقعد ويكلم الناس بس يعني لازم الدولة يبقى فيه دعم مالي احمد شوي قالها زمان قالها في بيت شعر زمان لم يبنى مجد على على بالعلم والمالي يبنى الناس مجدهم لم يبنى مجد على جهل واقلالي يعني لابد من تمويل وفلوس الفلوس يبقى عودة التلفزيون ينتج عودة الازاعة تنتج عودة شركة الصوتيات يعودة الانتاج الحكومي ما بقولش الاحتكار لا بسيبه موجود بعمل كويس البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة ومعانا الناقة الفني الاستاذ محمود قاسم ونقول له مساء الخير يا فن اهلا بيك يا فن مساء الخير وكل سنوى طيبين معايا الكاتب الصحفي صلاح البالي وبيقول لحضرتك بالنسبة للفن احنا محتاجين تدخل الدولة ايه رأي حضرتك في الكلام ده هو طبعا حضرتك لو رحت الدولة العاشر في مبنة ازاع وتلفزيون وشفتك طاعة الانتاج يعني يعني متعطل عن الشغل وكمان صوت القاهرة زي ما بيقول هو ومدينة الانتاج الاعلامي كل ده كده طاقات معطلة والانتاج رح في مكان تاني خالص يعني محتاج تنوع يعني أنا حولك على حاجة صدر يكون كلامي لطيف يعني صدر لو بقلنا ثلاث سنين ثلاث سنين وشفت المسلسلات هتلاقي اسم حمزة ده حمزة هتلاقيه الشخصية الرئيسية بحوالي خمس او ست مسلسلات كل سنة معنى كده ان فيه شخص واحد بيبقى مشرف على كل هذه الامور وبيفرد اسم حمزة الله أعلم حد قريب لما ينفعش ده ملحوظة يبين ان نحن نتعامل في الدراما مع الفكر الواحد او العمل الواحد وحتلاقي يعني الكتاب الكبار جدا تلات اربع سنين اللي فاتوا توقفوا عن العمل معرفش السبب بحيط حامد مجد صار الله الحمو مصطفى محرم والاسماء دي كلها كمان فيه اجيال جديدة بشي بديكو اجيال يعني اخرى بشي بديكو كل ده الاسماء المهمة دي كلهم احنا منشوف دلوقتي المسلسلات يكتب عليها اسماء اكتر من خمس كتاب ده ما ينفعش يبين الامر ده ده بالضبط كده اه جلبية او او يعني او ماشد بدلة او اي حاجة بيفصالها ستة سبع افراد من خمس ما تطلعش مظبوط ده دم يكون اه شخص واحد هو اللي بيعملها وهو المسؤول عنها فده احنا بنفتقد للمسل هسيه نهور وانا بتكلم يا استاذ محمود وحضرتك ناقد فن كبير اه نفس السؤال كلمة ناقد فن دي خلط كبير جدا 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 اسمها ناقد سينمائي او ناقد فن دي الفن ده هو السينما والمسرح والموسيقى والغناء وكل ده فن يعني انا انا فن فيهم وبالتالي بيأتي الخطأ من الاسم تسمية الاشياء حلو انا المصطلح المصطلح غلط ما تيش حاجة اسمها ناقد فن وكل الاعلاميين بيستخدموا هذا النقد عن عدم معرفة الله خليك طيب ارجوكم كفوا عن هذا هذه التسمية اسمها ناقد سينمائي يعني بتاع سينمائي جميل ناقد مسرحة بتاع مسرحة جميل جدا ناقد مصطلح ناقد فني ده يعني يبقى فعل في كل دول وما فيش حد الحمد لله حتى الاسادة اللي فن عنده ناقد الفني مش ما عندهمش الخبرة الكاملة الكتابة الشاملة عن كل هذي الفنون المتعددة استاذ محمود وانا قصد اقولك الناقد الفني عشان حضرتك تعدلي وانا اقولك حضرتك الناقد السينمائي اه انا لما تعلمت منك دي خلاص انا بعد كده مش هسأل اقوله ناقد فني هقوله ناقد ايه بالظبط واتعلموا هقولها بعد كده في الحلقات ليه حضرتك القدرة دي ما تعرفناش علمك ومعرفتك وتضغط بيها علشان يتعدل حال الدراما المكافر معي اولا حاجة حضرتك اه يا رب ان يسمعوني اه لا يسمعوني انا انا الفين وعشرة الفين وعشرة اتوافق على مسلسل دراملية عن السلعوة اللي هي بسمها وحش الجبل وتكتب عنها اعظم تقرير وبعدين اتقفلت اه اللي هي مدينة الانتاج الاعلامي اه هياملوا استاذ عصمان اه ليس عصمان تمام ووقت وبعدين اه لو انت حضرتك بيتتابع اخبار الوطن الموضوع السلعوة راجع تاني انا كنت بتكلم عنها الست اللي انقصت السلعوة قالوا يعني ايه بسألوها انتي انقصت انتي قتلت السلعوة اه قتلت عليها قتلتها قتلتهم تعبير بسيط جدا قتلتهم كنتوا اه انقذ ابنتي المسلسل ده عن ازاي بطل شعبي ده اللي قتلت الوحش التابل ده وهذه السيدة ازاي الاعلام استخدمها علشان يستعملها بطلة مزيفة بطلة وهمية تطلع في الاعلانات وتشجع الناس يشربوا شيء معين او اكل معين البطل بطل مفيش ده ان احنا نزيف البطولة بالمسلسل بتاعي عن كده وما تكون بالعشر سنين فا اه بشكر حضرتك البطل بطل ولا داعي ان نزيف البطولة وان شاء الله هيكون في اعمال لحضرتك تبقى موجودة ونعرف اه السادة المسئولين بنقاط الضعف علشان يتحول الدراما تبقى دراما تعبر عن الشخصية المصرية شكرا لحضرتك استاذ محمود وكل عام وانت بخير اسمح لي انا باتفق مع استاذ محمود في عنصر جميل اوي ايه قالك ما ينفعش اكتر من واحد يكتبه عمل ايه انا معاه في ده تماما اللي هو شغل الورشة ده انا متحفظ عليه تماما ليه لان لما انت بتكتب انت صاحب خيال صاحب رؤية فانت بتحط خيالك وتجاربك ورؤيتك وكل ده في العمل اللي انت بتعمله كان نجيب محفوظه يقول ايه يقول انا مسئول عن روايته عن كتابي المخرج خدها عملها برؤيته وحرج تماما حتى حسن الامام كان يعني حول له كذا عمل هذا المخرج الرائع سموه ظلما مخرج العوالم وهو مخرج الروائع هذا المثقف الكبير ايه فشغل الورشة انا متحفظ عليه ايه العمل له صاحب له اسم ايه بيبشيله يدفع عنه ايه لانه جزء منه لكن انا متحفظ برضه على كلمة الناقد الفني يابنة هو متحفظ عليها تماما انا بختلف معاه اه لان الفنون كلها متكاملة ومتدخلة يعني الفن التشكيلة متدخل في السينما متدخل فالفنون متدخلة ايه انا قلتها صح اه طبعا انا رأيي انا الشخصي والاستاذ محمود نفسه كتب كتب موسوعة الافلام موسوعة الاغاني موسوعة يعني يعني هو موسوعات متعددة في كل هذه الفنون اه اه فهي الفنون متدخلة الاختلاف في الرأي لا يفسد بالودة القضاء انا عاوز بس يعني بعد اذن حارتك فضل انت قلت لي انتو فين ايه يعني انا مش عاوز اتكلم على روحي بس انا كان لها تجربة شخصية سنة الفين ايه اصدرت كتاب اسمه سقوط الفانتو ايه الكتاب ده كان بيتناول جزء من بطولتنا في حرب اكتوبر سنة تلاتة وسبعين كمين على الجبهة السورية لان كان لنا سير بطيران موجود في قاعدة المزة شارك في الوقت ده هذا الكتاب واخر موافقات كلها الجهات الرقابية والامنية في صديق سيناريست عمله سيناريو الاستاذ احمد فاروق حل والسيناريو خد الموافقة قطاع الانتاج جميل وكنا بنصهر اكتر من الليلة مع المخرج الكبير الاستاذ محمد فاضل ما طلقش ليه بقى العمل ده مع الاستاذ محمد فاضل الله علشان هو يعني الاستاذ فاضل ياريت يكون سمعنا لانه قالنا حلمي اعمل عمل عسكري حلم ليه ما طلقش والله اعدنا نقرأ واعد الاستاذ فاضل مشكورا يقرأ وكان يعني في عقبة قدامنا كبيرة لازم نتجاوزها اللي هي احنا عاوزين جهة انتاج ضخمة اه علشان تعمل مثل هذه الاعمال عاوزة جهة انتاج ضخمة طلق دولة موجودة اه ده عاوزة بقى شغل الدولة يعني طيب عشان تعمل لك لوجستيات وتسهيلات اه يعني حرب اكتوبر اسمحلي انتفاضل فان مش انا لا ايه ده في عشرات القصص يتعامل ابراهيم الرفاعي قائد المجموعة تسعة وتلاتين ساعقة ده بطل عمان عمرياض بطل من زهب عمان عمرياض يشيل مسلسل ايه شيء مسلسل ابراهيم الرفاعي يشيل مسلسل وغيره غيره يعني انا بذكر اسماء سعد الشازلي يعني مش دول نمازج طبعا ودول قدوتنا في هذا المجال طبعا يعني كل واحد فيهم زيما قلنا في علي باشا ابراهيم قلنا علي مبارك يعني في كل مجال مصر ملانا انا بشكرك برضو على اولا على الاعمال اللي حدرت بتقول عليها وحضورك معنا الله يكرم بس هتوعدنا قبل ما اني مع ساعدتك انك هتيجي تاني وتالت ورابع وخامس لان حضرتك قامة كبيرة جدا وهنتكلم لان الموضوع الفني ده مش هيخلص واحنا ان شاء الله مع الملف ده لما نلاقي الدنيا بقت كويس هو 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 مش هيخلص انا اشكرك اه ليه لان احنا بنتكلم عن الهوية تمام هوية مصر هوية مصر هوية مصر احنا عاوزين نشوف نفسينا على الشاشة نشوف شخصية المصر الجميل المعطاء بتاع التجوير بتاع الاتقان اللي عنده عاوزين نشوفها على الشاشة حلو اوي انا بشكر حضرتك جدا انا استاذ صلاح البالي شكرا اه الفقرة الاولانية انتهت و اه انا اه اه قبل ما نشوف ضفنة الكبير في الفقرة التانية انا عايز اقول اه احنا عندنا رموز في الجيش في الشرطة في كل حاجة وكانت زكر الروائية اه اللي كانت معانا استاذ ريم استاذ ريم دلوقتي قالت الاختيار معانا بطل من الابطال اللي طلعوا من حلقتين و اه جات عليهم الكاميرا و ده هنشوفه اه في الاختيار اتنين ايه اللي حصل هنا و اللي حصل في رابعة و ايه اللي و ايه اللي و ايه اللي احنا معانا حد اه كبير اوي هيكون معانا اه قبل ما نشوفه عايز اقول حاجة اول ما بتديت الحلقة كان عندنا من ثلاثة ياب قلنا ايه عيد تحرير سينة النهاردة تسعة و تلاتين سنة في تحرير سينة طب هنتكلم في ايه هنطلع فاصل و نسمع الاغنية كويس اوي اوكيه و هنقابل هقولكو بعد الفاصل نطلع فاصل اشتركوا في القناة